موسيقى السلام عليكم من قناة الميادين وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج آخر طبعا أنا الصديف اليوم من بيروت رئيس حزب الاتحاد اللبناني الوزير السابق عبد الرحيم امراد صباح الخير مع علي الوزير وأهلا وسهلا بك في ستوديو الميادين البداية من فلسطين حيث ما زالت الاحتجاجات ملتهبة وما زالت الشباب الفلسطيني في الشارع وهناك منذ أن استشهد الفتى محمد أبو خضير وهناك من توقع باندلاع انتفاضة ثالثة إلا أنها لم تتبلور بعد كالانتفاضتين السابقتين برأيك هل هذا ممكن أم أن الوقت حاليا هو وقت تسويات ومساممات ومفاوضات كانت المراهنة بما يسمى الربيع العربي يعني تغطية تصفية القضية الفلسطينية وكان موضوع المفاوضات بين الإسرائيلي والفلسطيني للأسف شديد المعروض فيها تصفي تصفي كامل القضية الفلسطينية بكل بنودها سواء ضف الغربي يطلعوا منها القدس بدأت تكون عاصمة بديل إسرائيل أو يهودية الدولة أو توطين اللاجئين وهكذا دولا كانت تصفي كامل القضية الفلسطينية كانت الانتفاضة وقت المفروض التم يعني اتأخرت الانتفاضة للتم طبعا اجت مرحوم محمد خضير والأسلوب الهمجي اللي عملت فيه فيما يتعلق بحرقه وهو حي حركت مشاعر الجماهير الفلسطينية اللي معبأة أصلا يعني اجت شيء قصة تفجر الموضوع عما معبأة أصلا من مجريات المفاوضات التي تحصل وشايفين أنه قام تتصفى القضية الفلسطينية ولمرأة ومس مع منهم ويمكن تأخرت الانتفاضة كمان يعني كنا عم نمزح من شوي أنه بال 87 كانت الانتفاضة بالأولى بالألفين السنين المفروض أنه بعد صارت 13 سنين تأخرت سنة يعني المفروض أنه كمان التم كانت السنة الماضية للانتفاضة الفلسطينية منقبل أن يكون فيه انتفاضة فعلية حقية كما ذكرت يمكن كان المفروض قبل التم بس هذه الشرارة اللي حركتها إن شاء الله بتعمل انتفاضة كبيرة لا تقلي بالطاولة على كل ما حصل يعني هل ما أريد أن أسألك عنه معالي الوزير عبد الرحيم مراد يعني هل هذه الانتفاضة يعني سوف فعلا تقلب الطاولة على المفاوضات ستقلب الطاولة على التسويات تحت الطاولة أو فوق الطاولة يعني وسوف تكمل يعني باتجاه ما فعل حقيقي إرساء يعني حل حقيقي وكما يريده الفلسطينيون شوفي لما تمت المصالحة بين فتح وحماس قلنا دائما نتمنى أن تكون المصالحات على قاعدة الثوابت القومية والوطنية للشعب الفلسطيني ليصل لحقوقه كاملة أما أنه تكون المصالحات على أساس تسويات معينة مع العدو هذا طبعا كلام مرفوض هل أهم بتبين القصة هذه المصالحة التي تمت بين حماس هل بدأت تحرك مع الجماهير تتجاوب مع الجماهير هذه السلطة وحماس يتحركوا مع الجماهير ويصلوا لانتفاضة فعالية حقية تخلي العدو يعني يتراجع عن كل تعنته أم بدنا نحاول يعني نضبط يعني بخوف أنه في الناس عم تطلب أنه طولوا بالكم وهدوا الوضع لا أهلا سوف نتحدث عن موقف السلطة الفلسطينية ولكن في هذا الموضوع تحديدا الذي كنا نتحدث عنه يعني منذ أن استشهد الطفل محمد أبو خضاير على يد المستوطنين الصهاينة الذي أحرق الذي سكب البنزين في جوفه في جوفه وأحرق حيا يعني كانت هناك ردات فعل أوروبية وحتى أمريكية كبيرة وواسعة حتى هناك ابن عم الشهيد أبو خضاير الذي أيضا تم اعتقاله وضربه والآن موضوع في الخدمة في السكن الإجباري يعني بالصدفة كان هو معه الهوية الأمريكية أمريكا تطالب بتحقيق في هذا الشأن أوروبا أيضا استنكرت أمريكا في السابق استنكرت هذا الموضوع حتى بعض الصهاينة استنكروا ما حدث برأيك هذا يؤشر إلى حدث جديد ما بعرف أدي صادقة أمريكا فيما يتعلق بالاستنكر وربما لما بيسمع أي تهديد معين أوباما بيتراجع عن استنكره يعني أو بيخفف استنكره بشكل أو بآخر يمكن بيخذوها قصة إنسانية وطبعا بيستنكروا وهكذا دولي بس شو يعني هذا إذا ما كان فيه مباشرة إداني لإسرائيل بالأمم المتحدة وحتى محكمة دولية لإسرائيل فيما يتعلق بهذا الموضوع لماذا لا؟ يعني هون إذا من جد الاستنكر الفعلي الحقيقي بنا نستنكره هذه الأعمال الإسرائمية عملية إرهابية بهذا الشكل العملية للطفل تحتاج أكثر محكمة دولية لهذا الأدو الذي يعمل بهذا الموضوع هل هذا الاستنكر برأيك يعني هو للتوظيف السياسي وهو للتلويح لإسرائيل ولنتنياهو تحديداً الذي يعني لا يمتثل كثيراً لرغبات أوباما والله أنا ما بسدق كثير أنه فيه خلاف جذري دائماً بين أوباما وليس جذرياً يعني ولكن هناك خلافات فيه توجهات دلع خلافات دلع خلافات دلع والآخرين وآخر شيء بتنتهي القصة أنه أمريكا لصالح مواقف أمريكا ما هي ممنعرفش العداء أمنين بيجينا أكثر من نظام الأمريكي أو من نظام ملكينا الصهيوني ما كلاهما وجهين لعمل واحد يعني ما نظل نصدق أنفسنا أنه فيه مواقفين مختلفين ومختلفين مع بعض والبعض ومختلفين ليس صحيح أخر شيء بتصب أمريكا لصالحة الأدوة الصهيوني بالنتيجة مهما كانت ثمان لا ولكن يعني ولكن إسرائيل كان لها موقف يعني ضد مثلاً موقف ضد المفاوضات مع إيران وهذا الحل الذي تم التوصل إليها أو سيتم التوصل إليها الحل النهائي بالنشان الملف النووي يعني هذا أيضاً كانت فيه إذا بدأ كيك بمزوجين حرداني يعني إسرائيل وكان لها مواقف يعني أيضاً عن حرد إن شاء الله إن شاء الله خلينا نشوف الأمور كيف تنتهي بذلك بترك الملفات وبتصل لنتيجة إيجابية إن شاء الله إن شاء الله نتصل لنتيجة إيجابية ولو صراح لن تكون ونشوف كيف نعمل بس لحد هلأ لولايات المتحدة الأمريكية لم ولن تتخلى عن الأدوة الصهيوني وبظل تقدم له ضمانات مهما كان ولو صار في أتفاق أمريكاني إيراني طب هنا الأوروبيون يعني وبظل الصهيوني مدلل لابن المدلل وهو مثل ما كنا نحكي أو مثل ما نحكي بالسابق هو الولايي للخمسين أو أمريكا الولايي من الولايات العدوة الصهيوني طب برأيك إلى أي حد يمكن للأوروبيين أن يلعبوا هنا دوراً مهماً بهذا الشأن طبعاً يعني هناك المقاطعة الأوروبية لمنتوجات المستوطنات التي أنتجت فعلاً يعني وأثمرت بإغلاق بعض المعامل والمصانع التي في فئة المستوطنات الإسرائيلية طب ممكن أيضاً أن يثمر المواقف الأوروبية أن يعول عليها في هذا الشأن لإدانة إسرائيل أكثر نحن معوضين أنه أخر شيء أوروبا تلتزم بالموقف الأمريكي ما تظنش بأيدي كثير عن الموقف الأمريكي وإذا هلأ عم تستنكر أو موقف محدودة ممكن تتم أما بالقصة الستراتيجية أخر شيء تصف مع الولايات المتحدة الأمريكية ولا تتناقض مع الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا أكثر شيء مشهورة بهذا الموضوع لماذا هذه المرة في الخوف من القيادات الفلسطينية من خوف من الانتفاضة الثالثة مستقري بالحقيقة بالعكس المفروض أن القيادات الفلسطينية إذا كان اتفاقهم على قاعدة الثوبة الوطنية هني يجب أن يدعمهم من تحت إلى تحت من تحت الطاولة إذا مش بالعلان يدعموا هذه الانتفاضة لأنهم هي يتساعدهم ويتقويهم وعلى الطاولة الفلسية وبالتالي ما عم تعرض الأدو الصهيوني بالمفاوضات حتى إذا بنفترض المفاوضات ممكن تصل لنتيجه ما تصل لنتيجه إذا ما كانش فيه انتفاضات انتفاضة ورد ثاني أما أنه يصلوا هيك بالدلع وبالتمنى والبراجة وكله كلا مفارغ ما ممكن هذا الأدو قاسي ومرير وبالتالي لا يمكن أن تنازل عن شيء إلا بالقوة إذا لم توجد الانتفاضة المفروض القيادات الفلسطينية سواء المنظمي وفتح وحماس والجهة الإسلامة والكل يشجعوا على الانتفاضة إذا حتى بدني يكملوا بالمفاوضات افترضنا بدني يكملوا بالمفاوضات بتحسن الوضع على الطاولة يكون بييدهم شيء بينما رايحين مزلطين على الطاولة وعم بفاوضوا طيب وإذا هو عم يملي شروطه طيب ولكن هنا ورد في صحيفة العرب اليوم يعني من مصدر فلسطيني مطلع أنا مبعوثين للرئيس الفلسطيني بينهم عضو اللجنة المركزية عثمان أبو غربية أخفقوا في إقناع أهل القدس بالتوقف عن الاحتجاج مقابل توقيع مذكرة الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية طيب يمكن هم يرون القضية أو حل القضية باتجاه آخر الانضمام إلى المحكمة الدولية لمحاسبة إسرائيل ومحاكمتها هذا لا يغني عن هذا بالعكس الانتفاضة ممكن تساعد على إقامة محكمة دولية لمحاكمة العدو الصهيوني أما هاي مجرد التمني ما راح حدا يسمع فينا ما حدا راح يسمع ما حدا راح يتم الانتفاضة الفعلية الحقيقة إذا تمت الانتفاضة فعلية حقيقة بكل أراضي الفلسطينية قصة كبيرة قصة مهمة وهذه فرصتة تاريخية أنه المفاوض بدي أفترض المفاوضات ما تستمر نفرض ما تستمر وإن شاء الله ما تستمر على هذه القواعد اللي عملتهم الانتفاضة بتساعد بتساعد على محكمة بتساعد على التحزين التفاوض بتساعد أكل صغيري كبيري أما إذا ظللنا بهذا الشكل نتمنى 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 ما حدا من مستحيل نأمل أنه يجينا من أمريكا موقف إيجابي فيما يتعلق بصرانة مع الأدو من مستحيل حتى بأوروبا بالقصة استراتيجية إلا آخر شيء بتصف مع أمريكا مع للوزير برأيك هل من جيل ثالث أو رابع أو خامس يعني نعد أجيال في الأجيال الانتفاضات الفلسطينية هذا الجيل هل هو يعني ينقلب على سابقه حتى على أجيال المقاومة التي حققت انتصارات في مكان ما وربما البعض أخذ عليها بأنها اتجهت بغير اتجاه بوصلة فلسطين هل هناك جيل جديد يؤسس لمرحلة جديدة من القضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني من أعظم الشعوب بالعالم ولم ينسى قضيته رغم كل وسائل الأعلام العالمية ورغم كل العمل من أزل تصفية القضية الفلسطينية ومن أزل إبعاد الشعب الفلسطيني عن قضيته إلى آخر بعد أن يتمسك جيل وراء جيل وكل ما يطلع جيل يطلع أعظم من الجيل السابق نعم فلسطين ولود وبالتالي في أجيال قادمة لا هذا الجيل يعني يعني مصر إلى هذا الحد على هذه الانتفاضة وغير مقتنع ولا يقبل بأي تسويات يعني هو ينقلب على الجيل السابق سواء في المقاومة أو في السلطة وعلى محلفات تحديدا بين حماس والسلطة هوني رفضين على التنازلات رفضين هذا الجماهير الفلسطينية بالداخل رفضين كل هذه كل هذا عفوا يعني التنازلات اللي عم تقدم العدو وبعده عم يتغنج العدو عم يسعى لتصفية القضية الفلسطينية كليا وبعدنا حتى اللي عادي نحن يعطيه للمفاوضات فهذا طبعا رافض الشعب الفلسطيني يرفض كل هذا الكلام وإذا يعني بنعمل استفتاء حقيقي هذا الاستفتاء الحقيقي بالانتفاضة حاليا أنا هيك برأيي إن شاء الله بده يقف بده يقف الشعب الفلسطيني بالموقف الجديد بانتفاضة جديدة عظيمة ليقول لا لكل مش ردة فعل على محمد الله يرحم محمد أبو خضير لا لكل الذي جرى من المفاوضات بهدف العدو السهيوني أن يصفي القضية الفلسطينية تغيرات كثيرة حصلت في العالم العربي بعد اندلاع الربيع العربي في بعض الدول العربية الكبرى يعني البعض مهدد بالتقسيم البعض مهدد بالفدرلة البعض يعني مهدد بتغيير النظام تكل في هذه الفترة يعني نسيت القضية الفلسطينية وتم التعتيم عليها هل يعود تصحيح الأوضاع في العالم العربي وتداعيات الربيع العربي من فلسطين أيضا وفي أربع خمس أهداف لما يسمى بالربيع العربي منهم تصفية القضية يعني منهم إلهاء الناس على الصعيد العربي كله من أجل تصفية القضية الفلسطينية وما حدا يحس بهذا الموضوع هذا واحد هدف النهدف الهدف الثاني الإسلام وتشويه الإسلام بالشكل الذي تم سواء بالفتاوي التي عملت أبو الممارسات الفعلية الهدف الثالث العروبي استهدف العروبي وبالتالي استبدال العروبي التي توحد بالإثنانيات المذهبية التي تمسك أيضا الجيوش العربية المحيطة بالكيان الصهيوني أنهكوها سواء من الجيش السوري أو الجيش العلاقي والجيش المصري والجيش اليمني طبعا كل الجيش كل الجيش خاصة المحيطة بالكيان الصهيوني بأسد الجيش العربية كلها والأسرة الأخيرة أنه يدمروا ويدمروا ويحاولوا يكسبوا من جديد إعادة أعمار لا يكسبوا هني بالموضوع فهذا حق الهدف الأول الأساسي هو أن أدافنا الصورة أو الأضواء عن تصفية القضية الفلسطينية نلهي الشعوب العربية كلها بمشاكل من الداخلية خليها تصفى القضية الفلسطينية بشكل نهائي والحمد لله يعني صار في واعي فلسطيني وحتى في ردة عربية كمان يعني شعوب شعب العربية انتفضوا بمصر ورفضوا تطبيع مثل ما كنت عم يحلموا أنه بديوا يطبعوا مع الأدواء الصهيوني سوريا صمدت المقامة هون وهلأ الانتفاض إن شاء الله بفلسطين فيه مضات دوء بهذا الظلام الدامس عم يبين فيه ومضات دوء إن شاء الله بتشكل أمير الإراق بيفشر كمان وبحفظ على وحده وعروبته على وحده وعروبته نعم على وحده وعروبته طبعا سوف نتوسع أكثر في هذه المواضيع ولكن بعد السماع عنوين الصحف العربية إذن أعزائي المشاهدين إلى عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم متابعة السلام عليكم مواضيع الصحف العربية صادرة اليوم متنوعة ونبدأ جولتنا مع أبرز مجراء من عنوين في صحيفة الشرق الأوسط السعودية صفقة تطيح الإخوان وتهدد بانشقاق الائتلاف السوري وداعش تجبر الألاف من معارضها في دير الزور على المغادرة قطر وإيران تقويان العلاقات في منطقة تجارة حرة مشتركة وتخصيص أراض في موانئ البلدين إلى أبرز مجراء من عنوين في صحيفة الوطن السورية الجيش يتقدم في رنكوس وتركيا تحشد للمسلحين في ريف حلب توجه لاندماج فصائل مع جيش الإسلام في الغوطة وسلاح الجو يستهدف داعش في الشدادي والمحسن تهران واشنطن تدير الحرب الإرهابية ضد دمشق وبغداد والبرزاني يؤكد أن الولايات المتحدة لن تعارض تقسيم العراق أما في صحيفة الاتحاد الإماراتية فنقرأ عباس يطالب بتحقيق دولي مع إسرائيل والسيسي استفتاء الكرد بداية لتقسيم العراق وسوريا خطف قص وراهبة ومقتل 30 مدنيا و200 من داعش إلى أبرز مجراء في صحيفة البناء اللبنانية نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي يدعو للتحالف مع الأسد ولبنان بين هزة أمنية واهتزاز السياسة تدهمه الهزات الجيولوجية حرب تكريت تحسم العراق خلافة البغداد تنكفئ للموصل وارتباك كردي تجدد الغارات على غزة ومصر تدخل على خط التهدئة المواجهات تمتد نحو كامل فلسطين المحتلة وصواريخ المقاومة تدك المستوطنات تخيل لو استقل طائرة من الرياض إلى القدس مباشرة إلى صحيفة البيان الإماراتية انعدام شبه تام للخدمات والمواد الغذائية بدأت بالنفاذ والبيان تنشر رسائل عن أحوال الموسليين في ظل داعش ومقتل نجل عزة الدوري وتسعين إرهابيا في محيط مصفا بيجي وقاعدة سبايكر إلى صحيفة الأهرام المصرية السيسي مصر في حالة حرب ولابد أن تنتصر الدولة ستواجه بحزم استغلال التجار والممارسات غير المسؤولة وهناك مخططات لتقسيم المنطقة من جديد على أسس عرقية ومذهبية وأخيرا إلى أبرز مجاء في صحيفة القدس الفلسطينية تسعة شهداء في غارات إسرائيلية على قطاع غزة وبهذا العنوان نصل إلى ختام جولتنا والآن عودة إليك دياء شكرا للزميلة غدي على قراءة عنوين الصحف العربية الصادرة اليوم يعني لا يستثنى بلد عربي من عنوان رئيسي يعني منشات منشات سلبي بالطبع منشات سلبي من سوريا إلى العراق إلى فلسطين إلى مصر إلى اليمن ولكن نحط في لبنان يعني ما زالت المبادرة التي رماها كما يقال العماد ميشيل العون بشأن انتخاب الرئيس من الشعب على دورتين يعني في مكان أخذ ورد هناك من اتهمه بأنه طائفي وأنه طلط كثيرا خلف العلمانية ليظهر في النهاية على هذا الطرح الطائفي كيف تعلق على هذا شوفي بالمبدأ كان جريء لعمد عون بأنه رمى صخرة كبيرة بهذه المياه الراكدة الآسنة نحن ورثنا مرض سرطاني بنظامنا من 43 من الفرنسيين من 43 وما زلنا نعالج هذا المرض بحبات البندول لم نتجرأ أن نجري عملية جراحية لاستأصال هذا المرض السرطاني ولا يمكن أن يتم ذلك إلا بجرأة التي قام بها لعمد عون هلأ بالتفاصيل نحن مع انتخاب رئيس الجمهورية من الشعب مباشرة نعم يجب أن يكون لدينا قانون انتخابي يعتمد النسبي الكاملي على كامل لبنان بدون دائرة واحدة بدون كما يقول الطائف نعم وأن يكون سنة 18 ويجب أن يكون أن نسرع بعملية تلزيم البترول لأنه ما نيلاقي مبرر أبدا ما حدا ما حدا بيعرف ما حدا بيقدر يجيب على سؤال لماذا لم نتجرأ المحاصصة 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 بين يعني يعم يتم المحاصصة بس يعني طيق يصل لبنان شي هذا يعني وصلنا لسقف المئة مئة مليار دولار يمكن بلا 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 بالديون طيب مين بدي يردها ما الأزمة الاقتصادية كمان الناس بد أن نشغلها بيهمل يعني بيهمل تعالج وضع الاقتصادي ما في إلا ما في معالجي إلا بتلزيم البترول إذن إذا ظلينا نعالج هلأ من جديد يعني ندبرنا أي رأي جمهورية كيف ما كان تصريف أعمال مثل ما بنعمل كل مرة يعني كل استحقاق رئاسي من 43 إلى هلأ كان بعد نهاية الرئيس في مشكلة عنها وكل استحقاق وزاري في مشكلة عنها لنصل لقناعة يعني بالنسبة للموضوع نعم معالي الوزير بالنسبة بالنسبة لطلح الإيماد أنا بدي حيّل إيماد عون أنه رمى هذه رمى هذه الصقرة بالمياه الركدة ما هي التفاصيل التي تختلف حضرتك مع الإيماد أنا مش مع القصة المسيحية أن المسيحية تخبر المسيحية الأرثوذكسي وقانون الأرثوذكسي أنا ضده تماما أنا بالعكس دائرة لبنين كل دائرة واحدة وبالتالي ويعاد لرئيس الجمهورية بعد صلاحيات لما ينتخل من الشعب مباشرة أنه يعاد له بعد صلاحيات هناك من يعتبر أن هذا انقلاب على اتفاق الطائف وهذا الاتفاق للبنان وهذا انقلاب على المثاق الوطني وهذا انقلاب على الشعب خلينا فيئزا كل عشر سنين حرب أهلي أو أزمة سياسية وكل استحقاق رئاسي وكل استحقاق صلاحيات رئيس الجمهورية هناك من يعتبر هي التي أدخلت أيضا لبنان فيئتون حرب أهلي استمرت لخمسة عشر عام أنا ماني عمقول نرجع للصلاحيات لا لا أنا أقول أنه تعيد بعد الصلاحيات ما هي الصلاحيات طيب على سبيل المثال يمكن حل المجلس النياب مررات المدية الزمنية فيه كثير من يحكي فيها المشكلة مع الطائف الشعية أنت هلأ حل مجلس النواب لا مش حل مجلس النواب عبدالي حل مجلس النواب لا أنه إذا حل مجلس النواب مرة ما فيها شيء أنه رئيس جمهورية على المجلس النواب مرة إذا طيب وصل بدي حل مجلس الدول مع مجلس الوزراء نفس الشيء كمان مع مجلس الوزراء إذا قال ولكن هذه كمان إشكالات أساسية رح ترجع مع طواف نحن الأهم بالموضوع من العنوان الرئيسي العنوان الرئيسي نعم الرئيس يجب أن يتخذ للشعب والعنوان الرئيسي نعم لا لهذا القانون القوانين الانتخابية السابقة من الثلاثة عربين لا لا لها يجب أن يكون لدينا قانون نسبي ما بيأتوا بر طائفية إلا طائفية إذا وصلنا لقانون دائر لبنان كل دائر وحدة قضى على تسعين بالمئة من الطائفية صار الوحد ينتمي للوطن مش للطائفة أين الأوان نخلص من هذا الموضوع بيت القصيد هاو كله بدنا نصل لقانون انتخابي يمثل كل القوى السياسية أولا كل القوى السياسية أولا على السعار مش بعضا طيب أنا بدي أسألك ما بيجوز الحزاب الحزاب الهري حضرتك كنت وزير يعني في حكومة لبنانية في السابق يعني وحضرتك بالتأكيد مطلع يعني ولك دورك ولك مكانتك شو الذي كان يمنع لبنان من فعلا يعني لبنانيين ومجلس الوزراء وأيضا مجلس النواب من إرساء قانون حقيقي للانتخابات نحن للأسف شديد تنفيذ الطائف على الأقل من 92 هلا 92 هلا للأسف الشديد تلاينا بالأسف الشديد بيقوة ما إلى مصلحة بالتغيير الجذري ما إلى مصلحة بدأتظل مصالحة تحافظ على مصالحة بالأسف الشديد لبعدنا هيك بعدنا لحد الآن هذا ما نفكر غير بمصارحه الشخصية أنه كيف لا نعمل فيما يتعلق بقانون الانتخاب أو كيف لا نعمل برأس الجمهورية أو كيف لا نعمل بتأليف وزارة وهكذا وهذا مش مزموط وبتصير هلا منجيب حبتانا بنادول ومنعالج الأزمة الحالية بس هذه الأزمة بتظل أزمة اليوم يقول يعني في عنوان لصحيفة الجمهورية الرئيس نبيه بر الرئيس مجلس النواب اللبناني يقول فشلنا في إدارة أنفسنا هذا كلام ممتاز ورائع وهذا كلام صحيح فشلنا فشلنا في إدارة أنفسنا لأنه كيف ندير أنفسنا من البداية عم نحتاج للجهة الجهة اللي بدى تدعم من الخارج لا لأنه نظامنا نظامنا الفاسد هذا ما بيأهلنا أنه ندير أنفسنا بعيدنا وإذا بنظل này فعلا هو العليقة بالنظام أنه هو العليقة بخوف التواف من بعضها البعض وبخوف القوى من بعضها البعض بدك تخفيف من هذا الخوف بدك تشترحي بدك تشترحي قوانين جديدي وتطوير نظامنا جديد بشكل أنو ما يدخوفنا من بعضنا البعض خوفنا بعض بلما نسير كلنا أنا بدي أتصور مثلا في أنه ثلاث لوائح أو أربع لوائح على سعيد لبنان كله 128 نايم السني والشيع والدرزي والأركولوكسي والكاتوليكي والأرمني والكل الأخير فيتي مع بعض والبعض بدي أروا حدي صار خطابنا الوطني كله صار كل واحد يحكي خطابه وهو من تميل الوطن ومش من تميل طائفته ما عادش في خوف لا من الشيع ولا من السني ولا من درز ولا من حدا ما حدا بيعمل نتوء فيما تعلق الأصال في هذا الموضوع تحديدا مع علي الوزير نحن نرى ونسمع ما يتعرض له المسيحيون في أكثر من منطقة في الوطن العربي كيف يمكن طمأنة المسيحي في لبنان بأنه لن يهجر كما حصل له في السابق وكما يحصل للمسيحيين ما راح تغير شيء عند المسيحي هم تحصن لما الرئيس الجمهورية المسيحي ينتخل من الشعب أقوى بكثير لإله وينتخل من السني هم تحصنه بالأصال وبالتالي مثل ومتلغيره فيما يتعلق متساوي تماما فيه قانون الانتخاب وبالانتخابات بالأكس حصنه ويجب أن نحرص على الوجود المسيحي ليس في لبنان فقط ومن المنطقة العربية هذه المؤامرة الصهينية بيتخلي دول العربية تصير دول إسلامية عشان تبرر يهوديتها هذا طبعا مرفوض على كل حال سوف نتابع هذا الملف ولكن بعض الفاصل أعزائي المشاهدين فاصل قصير ثم نعود إبقاء معنا أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين إلى الجزء الثاني والأخير من برنامج آخر طبعة وأعود وأرحب بضيفنا في الستوديو معالي الوزير اللبناني السابق عبد الرحيم مراد أهلا وسهلا بك معالي الوزير كنا نتحدث عن الموضوع اللبناني الوزير السابق الوزير السابق طبعا اللبناني دائم منذ أكثر من عشر سنوات سهوا كنا نتحدث عن الموضوع اللبناني والرئاسي سننتابع هذا الموضوع ولكن بعد أن نذهب إلى الحدث اليوم ضغط دولي لتوطين النازحين السوريين في لبنان لماذا؟ مساعد روسية مصرية لعقد جلسة سعودية إيرانية فهل تنجح؟ تحولات في التحالفات بالمنطقة آخر الشهر الجاري فكيف ستكون الخارطة؟ إلى الحدث اليوم والتفاصيل الأخبار اللبنانية ضغط دولي لتوطين النازحين السوريين نقلت الأمم المتحدة طلبا غربيا إلى لبنان لمنح وثائق صفر لبنانية للنازحين السوريين الصحيفة علمت أن هذا الطلب غربي مباشر نقله مسؤول في الأمم المتحدة إلى اللبنانيين وأخطر ما في الأمر أن العسفة على وثائق الصفر يأتي بالتزامن مع فرض الأمم المتحدة في لبنان عددا كبيرا من مخيمات الأمر الواقع للنازحين برغم معارضة لبنان الرسمي لشرعانة أي مخيم للنزوح مصادر حكومية معنية أشارت للصحيفة إلى أن هذا الطرح يحمل الكثير من الخطورة لما يترتب عليه من مضاعفات فهناك عدد كبير من السوريين في لبنان يعاملون معاملة النازحين وفي حال حصولهم على وثائق صفر لبنانية يعد الأمر توطينا على نحو مباشر كما أنه في حال سفر هؤلاء إلى خارج لبنان وجرى إبعادهم فسيعادون إلى لبنان بموجب وثائق الصفر اللبنانية العرب اليوم الأردنية فكرة حوار مصلحي مع إيران تعبر إلى السعودية الكشف عن الزيارة التي ينوي وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف القيام بها إلى السعودية يعني ببساطة أن خلية العمل الباطنية الروسية المصرية نجحت في إنتاج جلسة خاصة بين ظريف ونظيره السعودي سعود الفيصل الدائم الخلفي لتأسيس حوار مع إيران هو حصريا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لكن المحركة الأساسية لهذه الفكرة هو المناورات السياسية الذكية لأبو ظبي ويبدو أن وجهة نظر المجموعة المحيطة بالسيسي تطابق وجهة نظر سلطنة عمان التي ترى في إيران قدرا لا بد من التعامل معه على أساس المصالح الأمر الذي يعني أن تمهيدات السيسي قد تقود الوزير الظريف إلى الرياض لإرساء تفاهمات خليجية إيرانية البناء اللبنانية تكريت تحسم العراق ودعوة أمريكية للتحالف مع الأسد سيغير العراق المنطقة وربما العالم بحسب نائب رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي توني بلانكين وسيكون التعاون الروسي الأمريكي الجديد قائما على أولوية مكافحة الإرهاب بعدما صار خطروا انتشاره وتمدده قضية القضايا التي أملت الهدنة في أوكرانيا كما أملت وتملي الالتزام بمتابعتها أمام عدم استيعاب اللاعبين المحليين لما هو أبعد من سعيهم لتحقيق المكاسب بلانكين يرى أن ارتفاع نسبة التطرف يؤدي إلى تقارب مصالح الولايات المتحدة وروسيا وحلفائهما في حكومتي سوريا والعراق ويصل بلانكين في كلامه إلى رسم صقف زمني لا يتعدى نهاية الشهر الجاري لبدء التحول في السياسات حرصا على منح الحلفاء فرصة التأقلم مع التطورات في ظل كلام بلانكين بدأ أن العراق ينتظر نتائج معركة تيكريد التي توقعت مصادر عسكرية عراقية أن تنجز مع نهاية الشهر وكذلك ثم تتوقعات تتحدث عن فرضية حسم الجيش السوري معركة السيطرة على الجزء الرئيسي من مدينة حلب في الموعد نفسه معالي الوزير نتابع في الحديث عن لبنان طبعا هذا العنوان الملفت الذي وارد في صحيفة الأخبار ضغط دولي لتوطين السوريين مش غريب إلى حد ما توطين فلسطينيين وتوطين سوريين ما بعتقد ممكن تتم تهويل أكثر مش بضرورة قدر تهويل أكثر لا هني بيقبلوا ولا السوريين بيقبلوا ولا لبنانيين بيقبلوا بالموضوع طب لماذا التهويل؟ ما هو الهدف برأيك من وراء هذا التهويل؟ الأمريكا ضغطات أمريكية بدون مبرج ضغطات أمريكية بس الفاضي بس ما حدا بيستجيب له ما حدا رح يستجيب بهذه المواضيع بالعودة إلى الموضوع اللبناني أيضا ملف رئاسة الجمهوري يعني إلى متى سيكون هذا الفراغ الرئاسي في سدة الرئاسة خصوصا أنه يعني اليوم ورد في الصحف أنه الجرى انكسرت يعني بين العماد ميشيل عون وبين التيار المستقبل هنا في كلام أنه في حكي أمريكاني سوري فيما تعلق القصة هذه ممكن مع بثين شعبين أو غيره وتواصل ما بعرف كانه ماذا ذقته أنه لا ينشافل كانه فيه تقاطع على اسم معين بس يعني برجع بكرر بقول أمريكي سوري يعني عادل ملف الرئاسي وعادة سوريا إلى الملفات اللبنانية كما كانت قبل الأزمة دون شك بدأت ترجع شأنها ما بينه لا ولكن هناك ما تقالب أنه سوريا غير قادرة على العودة بس واهم كل من يعتقد شو بدك من الحكي واهم كل من يعتقد أنه سوريا أنه لبنان أنه حدا بيقدر مباشرة نشتغل بلبنان دون التلسيق مع سوريا سوريا التداخل الاجتماعي هناك أيضا السعودية حاليا هي التي أيضا في ملف الرئاسي كيف يمكن عشان هيك طريق مزدود يعني ما بيكفي ما بيكفي بدتوا ينشاف السوري أيضا دائما بكل القضايا بتعلقوا الناس حضرتك يعني أعطيتنا هيك معلومة هلأ مهمة جدا يعني هناك حديث مع أمريكي سوريا يعني تحديدا مع دكتور أبو سينة شعبان يعني حاول أسماء محددة أو اسم محدد لا ما بعرف تفاعل أن كانوا فيه إخراج معي التوافق على الرئيس الجمهوري ماذا يمكن أن يكون هذا الإخراج ما حدا بيعرف كيف في الحقيقة بس كل معالجات أنا برأيي كل معالجات هلأ يمكن بده يصير هيك وأكيد يصير هيك بده يتمل التفاعل جاءنا ما بينها بالقريب العاشر بس بنرجع القضية الأولى أنه هذا الموضوع لن يحل المشكلة على الساحة اللبنانية بده يظل الأزمة مستمرة والمرة القادمة بس ينتهي هذا الرئيس القادم بده يجي بده يعمل المشكلة في اللبنان أيضا وإن شاء الله المشاكل الضاني السياسية ما تتطورش لأمني أنا الأوان لنعمل عملية جراحية لهذا المرض السرطاني بهذا الجاسد وبالتالي منحل مشاكلنا إذا كل مرة بيقولوا ننتظر شوية للظروف مش مؤاتي وبتجي ظروف أصعب والظروف مش مؤاتي صارنا 40 سنة 50 سنة 60 سنة الظروف مش مؤاتي أمتي مؤاتي يعني هذه سلطة في يد السلطات الدينية أيضا يعني في مكان ما يعني لماذا تتخلى عنها لصالح العلمنيين الغبطة البطرق عم يدعي لاجتماع يومي لانتخاب الرئيس كمان يعني ويدعي يعني بل نتمنى كمان أنه يدعي لقانون انتخابي جديد قانون انتخابي لأقل أهمية عن انتخاب رئيس قانون قانون انتخابي عادل صحيح سليم بيعمل بيحرك الوضع السياسي الأوفر حظا للوصول إلى سدة الرئاسة حاليا يعني حول من تدور الأراءة هلأ ترى العون يعني للمرشع الأساسي بعد حتى لأ المرشع الأساسي على السح لعماد ميشيل عون نعم لعماد ميشيل عون ولكن هناك ما قال بأنه السعودية غير موافقة وبالتالي أحد الطرفين غير موافقة ما بدك تشوفي يعني كانه بالتسويات ممكن نتم ولا لا يعني بعد عكل حال حتى لأ ما زال هو المرشع الرئيسي من الأسماء معروف يعني معروف يعني الجانين جان قهواجي وجوع عباد يعني قائد الجيش والوزير السابق طبعا جوع عباد والدكتور سلامي ويعني وهكذا يعني دولا المرشحين الدائمين دائمين للرئاس ما بعتقد أنه في غيرهم يعني بالنصة بس مثل ما عم نقول يعني حرام عم نعمل عم نعمل شينا هنا يعني عم نظلم أنفسنا وعم نجلد أنفسنا من جديد ومش رح مش رح نتغير مش رح يعني مؤسف يعني هذا الوضع ما بيبشرش بالخير أنه نحن مقبلين على هيك استقرار ومباد هل غير مقبلين على استقرار يعني من نتجة أنه نحن قانوننا الانتخابي وقانون اتفاق الطائف لم يطبق كما يجب لإرساء الأمن والأمان والاستقرار فعلا لأنه هناك يعني فيه فلتين على الحدود كان في السابق وهناك يعني العديد من الخلية النائمة باتت موجودة في لبنان وهناك مصادر أمنية تقول بأنه هذه بعض الخلية ما زالت موجودة وملاحقة وإن يعني يتم السيطرة علىها لكن إلى حد ما يعني هي موجودة دائما أننا حجتنا للقصة يعني حجتنا دائما هلأ أنا على الحدود مش عارب شو إلى خريك طب انبارح بعد استقاق فخامة الرئيس أمير الله حود كما كان أنا مشكلة ما كانش في أنا على حدودنا ومحدودنا وإلى خريك حاجة نتحجج للقصة أنا أقول ما نتحجج باستحقق الرئاسي بهؤلاء حتى ربما يعني في التجير الأخير حصل هناك يعني ما لم يكن متوقعا بين الأجهزة تعاون كبير بين الأجهزة الأمنية أم أنه هذه إشاعات يعني كانت في الصحف إن شاء الله إن شاء الله يكون في تعاون صادق فيما يتعلق الأجهزة الأمنية بهمنا نحنا هذا الموضوع وبهمنا القصة الأمنية نعالجها بس بنفس الوقت نحن نعالج القصة الأمنية بدنا معارجة المناخ السياسي الذي يساعد القصة الأمنية قصة أمنية مهما كانك عديد من الجيش لو عندك هلأ عندك خمسين ألف لو عندك خمسمائة ألف إذا ما كانش فيه مناخ سياسي مساعد مثل بعضها ما في حال ما بينحل القصة الأمنية بعد الحال بدك مناخ سياسي مساعد مش عام نشتغل المناخ السياسي مساعد للأمن والأمن مناخ سياسي مساعد يعني كيف يمكن أن يكون المنخ السياسي مساعدا وأنه في جزء من اللبنانيين ما يبررون لهذه العمليات الإرهابية ويعتبرون أنها ردة فعل لا أكثر ولا أقل والبعض من تحت الطاولة كما يقول المراقبون يتبرع لهم ويمولهم ويؤمن لهم الحمال وجزء آخر ضدهم مثل ما منزرع ونحسد عم تزرعي أنت بقولين الانتخابات السابقة مجموعة من المتطرفين المتطرفين البدن يرضو قواعدهم المذهبي بيراعوا قواعدهم المذهبي وبالتالي بندفعوا بهذا التوجه اللي عم تحكي عنه لأنه ما حدا عم يترشح على النيابة على أساس أنه منتمي لوطن منتمي لطائفته وبالتالي بيرضي طائفته وين فيه تطرف بيمشي مع التطرف لمرعات طائفته هذا غلط هذا ممكن يستمر بشكل دائم إذا ما علزنا الموضوع يعني أيضا في المرة معنا في الحدث اليوم في هذا التقرير يعني في صحيفة العرب اليوم فكرة حوار مصلحي مع إيران تعبر إلى السعودية يعني هل اقتنعت فعلا السعودية بأنه لاغرا عن الحوار مع إيران أو الجلوس مع الإيراني فتشعنا أمريكا أمريكا حطها المنطقة قطع دينا مؤدامة مثل شطرانج طبعا أليس أغلنا نحمل أمريكا أكثر من لازم هذه الشماعة التي نحمل عليها وعلى إسرائيل كل فشلنا وكل إخفاقاتنا وكل مشاكلنا يعني أنه أيضا يعني مؤسف نعم مؤسف أنه صحيح هنا لا يأتي أحد على سيرة كل الشر جاي من أمريكا كل الشر جاي من أمريكا إذا أمريكا إذا أمريكا أرادت أن تلتقي السعودية بإيران بتلاقي بكرة لتقو بكرة لتقو إذا أرادت إذا كانت جدي في هذا الموضوع طبعا لو أتينا إلى تشريح على القطع يعني هنا خلية العمل البطنية الروسية المصرية يعني هناك في حوار أو اتفاقات روسية مصرية فيه شأن أنه تقريب وجهات النظر بين إيران وبين السعودية يعني وهذا أيضا أنه من أنجح هذه الفكرة لدى المصريين ولدى عبد الفتاح السيسي تذكري بوتين تذكري بوتين لما كان عنده السيسي وقال له أنت مرشح للرئاسة بمصر ومتمنى لك التوفير مبروك الله قال له موافق في الانتخاب قال له أسا ثاني قال له أنت عندك دور عربي مش بس دور مصري هذا الكلام اللي عم تفضلي فيه هلا بيأكد أنه ممكن يكون فيه تقاطع روسي مصري بالتعاومة بعض البعض فيما يتعلق بالأحلحة بعض القضايا تتقال مع مصر يعني كما يقال هي بحاجة إلى السعودية يعني اقتصاديا وأيضا يعني فيك الغطاء سياسي صحيح وعربي لعبد الفتاح السيسي وعرقة لهم كيف يمكن لسعودية أن تقتنع من عبد الفتاح السيسي بأن تحاول هذا يعني العدو بين مزدوجين الذي هو فزاع لدول الخليج وبعض العالم لا الوسطات لما تصبح وسطات يعني مش رح يقدروا جبرة للسعودية بس وسطات عم يحاول يلجأ لوسطات معينة وممكن يعني مثل ما نقول يعني يساعد على لحلحة الأمور من بعض البعض وهذا بيكون مشكور الرئيس المفتاح السيسي على هذا العمل وبعتقد أنه يطمح الرئيس السيسي يطمح لأن يكون له هذا الدور العربي فيما يتعلق بتسوية كثير من الخلافات على السعود العربي طب لن يكون هناك تسويات يعني حسب ما يعرف وما يقال وما يكتب يعني لن تكون هناك تسويات إلا في ملف على حساب ملف آخر أي ملف سوف يدفع الثمن هناك يعني شبه إجماع على أن الملف العراقي هو الذي سيدفع الثمن وهو الذي سيغير وجه المنطقة سيتغير العراق ويتم تقسيم العراق وإعلان دولة كردية وأيضا سيتم تغيير وجه المنطقة إلى حد ما الآن من حكاله أنه في خطة كبيرة لمعالجة الوضع بالعراق وتحزيم الهجم الكبير اللي قامت فيها الدائس كمان الغرب الغرب خايف من هذا الموضوع الكل الغرب حتى روسيا وأمريكا كله خايفين من هذا الموضوع هذا الغول الكبير وعلى المنطقة الإقليمية كمان الوضع الإقليمي كله كمان بخايف أنه يتفشى هذا المرض الذي بلعب بلعك هل سيمرر الأوروبيون والأمريكيون يعني هذا الملف ملف العراق معلاجته يعني مع روسيا ومع إيران بدون مثلا يعني القبض إذا صح التعبير من ملفات أخرى في سوريا في أوكرانيا في إيران لا أستنعي شواء الغول اللي فلتوا أنا ما تقولي إيش لا بتقول الأمريكيين لأن الأمريكيين هو الشر المطلخ هو اللي فلت الغول الأساسي هو الذي فلت الغول ولكن أيضا نحن نقول أنه أمريكا تخاف من هذا الغول تماما صار بدو ضبضي بالغول صار ضبضي بالغول والشركات الأمريكية الشركات الأمريكية عم تحسب حسابات هلأ صارت مقدم مشاريع لإعادة أعمار سوريا وإعادة أعمار العراق والشركات الأوروبية لإعادة أعمار ليبيا كمان صاروا بضيئبضوا الثمن عم تقولي وين الثمنة بن أبض بن أبض أنه هم يضمروا كل هذا الضمار ودعموا سيدخل البنك الدولي إلى سوريا بعد كل هذه الممانعة من دخول الاحتلال بدأت تتقاسم المنطقة كلها شركات أمريكية وشركات روسية يعني أعادة أعمار ورش كبيري بمئات مليارات الدولارات سواء بسوريا أو بالعراق أو بليبيا ولكن هناك من يقول ويؤكد بأن إعادة الأعمار سوف يكون فقط يعني لروسيا للصين لإيران إن شاء الله نحن هذا الذي نتمنى بالنسبة لسوريا بتأذن وتتمنى ذلك بس آخر شي بتفرض يعني بتعرفي تقاسم مصالح كمان مش أطعين مع بعضهم البعض الأمريكيين والروسي يعني بيظلم زبطوا بعضهم البعض ويتركوا لبعضهم البعض الفرصائي طيب هذا ملف ولكن أيضا هناك ملف العراق برأيك يعني ما الذي سيتحول فيه ملف العراق سيتعاونوا علي سيتعاونوا علي الأمريكيين والروس وبتايد كمان إيران وتركيا وسوريا والكل سيتعاونوا علي فيما يتعلق وما بيسمحو يكمل للآخر بالشكل البديد داعش طيب يعني في السابق يعني كان مذو يومين مذو يومين كان هناك تصريح أمريكي بأنه لا يمكن أن يتم تقسيم العراق يعني كما تم الحديث عنه في الصحف واليوم يعني هناك نقل عن لسان فرزان للإدارة الأمريكية بأنه لا مانع لدى واشنطن من تقسيم العراق الفرزان اللي بيقول أنه لا مانع عند الولايات المتاحة الأمريكية أنه تأخذ دولة كردية لكن ما بعرف ماذا دقت هذا الكلام أولا ثانيا أبعرف لأنه بالأول كان عمينا حكا بتقسيم سوريا ما استبين لأمريكا أنه تقسيم سوريا بؤر إرهابية تتحول لبؤر إرهابية فيما بعد فيها تضبطها والتالي تراجعوا عن هذا المشروع الجهنمي اللي كان مرد عندهم وكان عندهم تقسيم كل الدول العربية هو فشلوا وتراجعوا أم تراجعوا لأنه هناك بؤر إرهابية يعني تراجعوا لأنه فشلوا يعني طبعا فشلوا أنه تبين لها وأترفوا أمر ويقع لا بسوريا ما ترفين بأمر ويقع بالأكس بدين يحاربوا الإرهاب بلا بدين يطلبوا من جماعات أن يحاربوا الإرهاب طبعا هذا ما تقول عنه يعني هذا ما كتبت عنه صحيفة البناء اليوم يعني هناك في تغير بالتحالفات وهناك دعوة يعني دعوة أمريكية غير مباشرة يعني ليس من القيادة مباشرة للسعادية لقطر ولتركيا ولأيران للتحالف مع سوريا وتقريب وجهتنا حتى التحاول مع إيران أيضا أكيد هذا التحالف ستتغير آخر هذا الشهر المرحلة القادمة المرحلة القادمة بمصر وبلبنان وبسوريا وبالعراق وكل الدول العربية محاربة الإرهاب ومدعوم هذا الشعار مدعوم كل الدول الإقليمية والدول العربية والدول العالمية هذه المرحلة القادمة سنشهد هذا الموضوع في دول أولئة الكردية يعني كافية سيتم العلاجة وهي أنه أسقطت أراضه إسقاط المادة 140 من الدستور العراقي الآن أصلا مجهولي العراق بالأول كان فيه عنده قدرة أنه تمنع هذا الموضوع ما بعرف لا أبدا الحال لك أنه فيها تمنع ولا لا أو تصير أمر واقع ويقول أنه البرزاني طلب بالبرلمان الكردي أنه يحدد موعد للإستفتاء للإستفتاء أكيد أنا حسن ما اسمعته وبعرف أنه يأخذ 99% مع موافقة طالما هناك تمويل اقتصادي ولكن هناك أيضا معارضة داخل يعني هناك أراء كردية ما بعتقد أنه الله يشفي جلال الطلباني الرئيس جلال الطلباني يعني ما بعتقد أنه كان موافق على التقسيم بالزيد حتى هناك يعني تقول أنه ليس أنا حاليا هذا وارد وليس من مصلحة الأكراد أو الدولة الكردية لاحقا سيكون هناك كثير من الدول ضده بس بعتقد بيأخذ أكثرية فيما يتعلق بالداخل الكردية بيأخذ أكثرية فيما يتعلق بتقرير المصير لأنه صالح للتقسيم يعني تقسيم العراق يعني العراق ذاهب إلى التقسيم بدك تشوفي بدك تشوفي الجو الداخلي السياسي العراقي كمان يجب أن يتغير ما بيجوز لا يستمر بهذا البضح وفي شكوي كثير من كل الطواف مش من سنة ومن جوز كمان من الشيعة من كل أنه هذا الأداء الموجود خلال المرحلة السابقة منذ خروج الأمريكان نسبيا ما خرجش الأمريكان بشكل كامل خروج الأمريكان نسبيا من العراق حتى اليوم لم يكن الأداء سليم وصحيح كمان مطلوب مثل ما عم نحكي نفس القصة الأمن بده مناخ سياسي يساعد مناخ سياسي للأسف شديد للعراق لم يساعد على ضبط الأمن والدليل أنه كم واحد بالمئات بالمئات يا رطيف مشين مثل نرب الهشيم هذا دليل أنه في بيئة للأسف جديدة منحك هذا الكلام في بيئة حاضلة لذلك هل مثلا الكويت سترك هذا يحدث على حدودها أيضا وهي أيضا يحصل أيضا احتجاجات في أفئة طرقات السعودية لا الأردن ولا سوريا ولا سعودية ولا الكويت ولا حدا له مصلحة بهذا الموضوع برأيي أنه بدي يكون فيه جو كامل لمساعدة العراق بس العراق لازم يساعد نفسه أيضا بوضعه الداخلي السياسي أيضا في سوريا يعني كيف يمكن أن ينعكد ذلك على سوريا يعني ما يحصل في العراق يعني هل سيعود ويمتد إلى سوريا بعد الفشل ذهبوا إلى العراق ثم سيعودون أقوى داعش والخليفة أبو بكر البلدادي ما بعتقد بعد بيقدر يعملوا شيء نظام نظام ثلاث سنوات حرب كونية ضده واستطاع أن ينتصر وأن يصمد بهذا الشكل من الصمود وفي إن شاء الله مفجأة كبيرة بكرة بمصالحة حلب بالتسوي لعم التم السلمية بحلب مفجأة على أي سائل المصالحة المفجأة هناك في تسوية مصالحة مصالحة ومصالحة أيضا بالزبدان يعني بتكون إلى حد ما يعني حقق النظام بسوريا نصر نصر شبه كامل على كل المؤامر التي أحيكت ضده أبيرعيك هل هناك من أمل في أن يجتمع الإيران مع السعودي ويتم الحوار وما الذي يؤخر ذلك نحن نتمنى لدور جوار أصدقائنا يعني في بإيران وحتى في تركيا تغير رأيها وما تستمر بهذا الوضع للأسف شديد الإجرامي الذي قامت به بالمرحلة السابقة فيما دعم الإرهاب الذي حصل عنا في سوريا وبعض البناطق الثانية نتمنى أن نكون علاقاتنا جيدة معهم وما نكون على أداء يكفينا العدو العدو الفعلي الحقيقي هو العدو الصهيوني أما في خلافات تفصيلية فيما يتعلق بيننا وبين إيران وبيننا وبين تركيا يجب أن تكون هناك تسوي تسوي لهذه الخلافات بحبي مش بحروب ومش بتقاتل ونعم نحن مع لقاء إيراني شعودي ونتمنى أن يكون بأسرع وقت ممكن ويعني أدي فينا نحاول مش بس إيراني شعودي إيراني مصري أيضا وكمان تركيا تغير من سياستها ويكون في تقارب هذا الذي نتمنى وأضع نحن نتمنى أن يكون العالم العربي دائما ينعم بكل الأمن والأمان معالي الوزير اللبناني السابق عبد الرحيم مراد هذه صحة فكرة مش الغير الصغصة عبد الرحيم مراد شكرا جزيلا على حضورك وعلى كل المعلومات التي أفتنا بها أهلا وسهلا بك شكرا إنه كاتل أهلا بك وأيضا شكر لمشاهدي قناة الميادين شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء صباح لغاية